السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وامنيني معكم حسن من جروب طلاب راح روسيا وان شاء الله ده الفيديو السادس من سلسلة اجمل مدن الروسية وكمان هنتكلم في الفيديو دوت عن مدينة اوفا ومدينة اوفا هي واحدة من مدن الروسية وهي تصنف داخل روسيا رقم 11 وكمان مدينة اوفا تأسست عام الف خمسمية سبعة واربعين وكمان موجود فيها نهر اوفا وعاد سكان مدينة اوفا هو 11 مليون وخمسمية الف نسمة وكمان فيها من الطلاب الاجانب خمستاشر الف طالب اجنبي ولينا في مدينة اوفا تمانية من جروب طلاب راحين روسيا وفيها الست جماعات ومن الجماعات الموجودة فهي جامعة اوفا للطيران وجامعة ولاية البشكير وكمان جامعة اوفا النفطية وافا التربوية وافا الطبية وبما اننا ذكرنا مدينة اوفا فاحنا طبعا هنقول لكم ان احنا متعاقدين مع جميع الجماعات في اوفا وطبعا هنخش بعد كده على المساجد وعدد المسلمين فعدد المسلمين في مدينة اوفا هو ستة وسبعين في المية من سكان مدينة اوفا وكمان فيها اكتر من تسعمائة مسجد ومن اشهرهم مسجد باشكرستان ومسجد الاحسان ومسجد اوفا الاول اه الذي صمد امام الشوعيين وطبعا نعرفين ان الشوعيين حاجة تانية خالص من ده غيرنا فهنتكلم بعد كده على اهم المعالم الموجودة في مدينة اوفا وطبعا من اهم المعالم الموجودة هناك قدرية ميلاد العزراء ونصب السلفات التسكاري وديرو الكوديز جورج الصعود والمتحف الوطني وطبعا نتكلم على اسعار المعيشة واسعار المعيشة في مدينة اوفا بتبدأ من مية واربعين دولار كافي جدا لاحتاجات الطالب على مدار الشهر كحد متواصف وهنتكلم على السكن خالج المدينة وطبعا بيكون مثلا كمثال يعني ان هو بيبقى مكون من غرفة وصالة وحماء ومطبخ وده بيكلف على الطالب عشرين الف روبل على مدار الشهر كحد متوسط وبالنسبة لاسعار التاكسيات او الاسعار المواصلات بالنسبة للتاكسيات هنقدر نحسبها بالكيلومتر وطبعا نقول مثلا تلاتة كيلومتر هيكلف على على الراكب كحد متوسط مية وخمسين روبل وبالنسبة اللي عمل متوفر في المدينة لطلاب الاجانب فهو يكون سوائك تاكسي ومطاعم وبالنسبة لليوم في سوائك التاكسي فهو الفين روبل والمطاعم الف وخمسمية روبل وبالنسبة لاهم المواصلات الموجودة في مدينة أوفا فهو مول سنتر ومولinaire يا ومول لايف استايل سنتر باشكير وطبعا نتكلم على نسبة الزكور والاناس وزي ما احنا عارفين ان نسبة الاناس ستتفوق على عدد الزكور وفي مدينة أوفا مدينة ستفوق معنسبة الاناس بحوالي اربعة في المية حسب اخر الاحصائيات حصلت للمدينة. ومن اهم المطاعم الموجودة هناك فهو مطعم وراحت وخليل وبركات وغيرهم كثير من الاماكن. وطبعا نتكلم في اخر حاجة معنا التعامل مع الاسدزة في المدينة. وطبعا احنا عارفين انها من قيم التعامل مع الاسدزة من عشرة. وطبعا ملدي مدينة اوفا تمانية من عشرة. وبكده يبقى ان اصلنا لاخر الفيديو بتاعنا او حلقتنا النهاردة وصلناها في حلقة جديدة. ولو عندك اي سؤال ممكن تسيبه لنا في كومنت او توصل معنا تريك الواتساب. وما تنساش تعب علينا لايك وشير وسبسكرايب علشان ما يفضكش اي جديد. سلام. دوة سينارية او سوئة، ورمان صناتها او حلقتنا اي صدر من عجم الجديد. والأي منهفسنا او حلقتنا لايك او تترسخينا، تبتل من حلقتنا ان في المدينة الكتبين بداية نتبع لنا في اخرتنا الاسدزة لكالية تضاء بلاحل تظيط لكثني انتباه لنا في امتكارنا يجب في امتكارنا نحسد امتكارنا امتكارنا نحسد اعجتنا اشتركوا في القناة